بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وصلاح العمل والعود بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أمين أهلا ومرحبا بكم السلام عليكم مرة أخرى أنا أخوكم آدم آدم الصقور تلميذنا دراسة فقه النفس وأظن هذه صفة الأساسية التي أنا بينكم اليوم عليها أنا طبيب أتخصص حاليا في مجال الطب النفسي أيضا كدراسات عليا شهادة الماجستير في مجال الصحة النفسية لكن أعتقد أن صفة الأولى هي الصفة الأهم في هذا السياق تلميذ مدرسة فقه النفس سابقا كنا في هذه الدورة دورة فقه النفس وفعليا ناوي أراجعها وأعيدها كنا مع الدكتور أيضا في دورة الإشارة والاستشارة اللي هو تقريبا هي مادة فقه النفس ولكن كيف يمكن أن نفيد الآخرين من خلال هذه المادة اليوم إن شاء الله سأكون معكم في هاتين الساعتين سيكون ترتيبنا كالتالي سنقدم هذا العنوان وهو المخلوقية والعبودية السكة والقطر سأتكلم أنا في البداية وأقدم ما عندي ثم بين الفينة والأخرى أو ممكن بحسب ما أرى الوضع مناسب نفتح باب الأسئلة فيما بعد فأرجو أن من كان لديه سؤال استثار أي حاجة في أي حتة يسجل هذا عنده أفضل أن لا يطرح السؤال مباشرة على الاتشات أو حتى صوتياً صوتياً مش رح يكون متاحة أصلاً لكن يسجل السؤال لأنه ممكن خلال الكلام يجاب السؤال فيرجى السؤال ويؤجل إلى وقت الأسئلة فوقت الأسئلة نطرح إلى الأسئلة ونتكلم بالعكس أنا إن شاء الله أغلب من نص يعني أغلب يعني أكثر من نصف وقت الجلسة هذه أنا إن شاء الله وحق لي للنقاش للسؤال والجواب إن شاء الله طيب فنبدأ بسم الله أبدأ بهذه الشريحة هذه الشريحة اللي من ضمن المادة مادة فقه النفس شريحة أساسية في هذه المادة فيها التعبير عن فكرة المخلوق أو تصوير فكرة إيش يعني مخلوق والتصوير واضح هنا إنه في عنا مخلوق في داخل هذه الدائرة الدائرة الكبيرة هي دائرة المخلوقات بشكل عام ففي عنا الدائرة الكبيرة المخلوقات الدائرة مجرد ما نحكي هذه دائرة معناها شيء محدد محدود تمام هذا المحدود اللي هو المخلوقات ككل خلقها الخالق سبحانه وتعالى وهنا تعبير الله سبحانه وتعالى هو الخالق خارج هذا العالم وهو خالق هذا العالم وهذه المخلوقات فخلق الخلق من ضمن هذا الخلق أن هذا المخلوق نحن نحكي عنه نحن تقريبا نحكي عن البني آدم عن الإنسان هذا المخلوق مجرد ما أتكلم أنا بهذه الكلمة مخلوق اسم مفعول مخلوق أي أنه لم يكن ثم كان أي أنه لم يكن ثم كان أي أنه لم يكن موجودا ثم وجد لم يكن مخلوقا ثم خلق لم يكن ثم كان ومجرد ما أتكلم بهذا الكلام أنه لم يكن ثم كان هذا يعني أنه أصلا محتاج إلى وجوده ابتداء يعني هو الذي رجح وجوده من عدم الوجود موجد سبحانه وتعالى لا أريد أن أعقد اللغة لكن أعتقد أنكم تكلمتم حول هذا الموضوع أنا إنما أراجع الموضوع سريعا إذن لم يكن موجودا ثم أصبح موجودا طيب كان عدما ثم أصبح شيئا ما الذي رجح وجوده ما الذي جعله موجود هذا يبين أنه محتاج من البداية أنه احتاج إلى وجوده ابتداء ففكرة المخلوق مجرد أن تحكي مخلوق أنت تحكي عن محتاج واحتاج أول شيء إلى وجوده ابتداء فالحمد لله وحده ولذلك تجد مجرد الحمد لله الحمد لله رب العالمين هذا في سورة الفاتحة كل يوم نبدأ بها الحمد لله رب العالمين فأنت تبدأ بهذا الاعتراف بأن الله الحمد له بأنه رب العالمين أنه أوجد هذا الوجود سبحانه وتعالى طيب وبرضه مجرد ما نتكلم عن المخلوق فنحن نتكلم عن ضعيف وبالمناسبة أن يعني كل الأمور متعلقة ببعضها البعض فالضعف من الحاجة والفقر كذلك والنقص كذلك فكلها مساحات متداخلة أو تعريفات متداخلة ببعضها البعض ولكن دعونا نجعلها بهذا التفصيل نتبق عليها ونسير إن شاء الله ففكرة الضعف الضعف أي أنه ضعيف في مقابل القوي طبيعي مخلوق هو أصلا كان أرأيتم حاجته الأولى للوجود هو احتاج يحتاج وجود الإنسان وجود المخلوق من العدم إلى الوجود يحتاج هذا إرادة يحتاج مريد له قدرة وقوة المخلوق قبل أن يكون مخلوقا وكان ولا شيء كان عدما فكان صفر يعني مش بس ضعف صفر يعني أضعف الضعف ولذلك نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ذلك أن الحول والقوة إذا كان هناك من الحول والقوة عندك فهو إنما هو بالله على أي حال لكن نتكلم عن فكرة برضو مجرد ما هو مخلوق فهو أيضا ضعيف بل هو صفر لو لا عون من الله كذلك الأمر في موضوع الفقر والفقر له معاني متعددة على رأسها معنى الحاجة معنى الحاجة أنه محتاج إلى يتطلع إلى فقير وناقص أنا لا أريد أن أفصل في هذا لأن الدكتور أعتقد فصل في هذا كثيرا لكن أنا أريد أن أتكلم عن معنى أعتقد أننا متفقون عليه وهو التالي مخلوق محتاج الله خلقه أصلا وحقق هذه الحاجة بوجوده أصلا يعني هو وجود الإنسان هذه حاجة الله حققها للإنسان هنا نتكلم عن المخلوق بشكل عام لكن نتكلم عن الإنسان بشكل أساسي هذا المخلوق الضعيف الفقير الناقص الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى لم يترك هذا المخلوق أنا أتكلم هنا عن الإنسان خصوصا لم يتركه هكذا لم يتركنا هملا هيك بدون ولا شيء وإنما جعل فينا فطرة هذا واحد وأرسل إلينا رسلا آخرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء ومعهم الرسالات الإسلام دين الإسلام اللي هو دين كل الأنبياء وكانت شريعة الإسلام نهائية هي الشريعة الشريعة الخاتمة لدين الإسلام وكان هو الدين الدين عند الله الإسلام طيب هذا الدين شوفوا هو الآن أنا بدأت تمام الآن بدأت الكلام أريد أن نركز مع بعض شوية الله يكرمكم لأن هذا السؤال سؤال مهم سؤال خطير وسؤال دقيق الله اللي خلق الإنسان هذا الإنسان اللي عنده ضعف وفقر ونقصه أصلا محتاج إلى وجوده وأرسل له الرسل وأيدهم هؤلاء الرسل بالمعجزات وأعطاهم الرسالات وأيد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته بالقرآن بكلامه سبحانه وتعالى فكلام الله بين أيدينا طيب هذا كله ليش لماذا إهواي إحنا نقول فالطفيل إلا ويه سؤال مهم سؤال مهم وخطير وأعتقد إن الإجابة النظرية التي سيجيبها كلنا بلا استثناء تحتاج تحتاج وقفة إنه خل فعليا هذه الإجابة التي أنا أجيبها من جوة يعني ليش خلينا نحكي ليش 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 السؤال بصيغته التي أنا صيغتها الآن جواب واضح ولذلك سأعدل صيغة السؤال وأسأل بطريقة ثانية مشان ألخبطكم ونجاوب جواب خطط طيب والمقصد ليس لخبطتكم لا وليس تخلط الأمور لا وإنما لإظهار حقيقة في الأمر تمام لنظر حقيقة طيب فخليني أسأل بطريقة ثانية أنا إيش سألت أنا سألت وهيني أنا بغشش أنا بسأل نفس السؤال لكن بطريقة أخرى تمام يعني شوفوا غش أكثر من هيك ما فيه لكن ومع ذلك ستجدون الفارق أنا سألت السؤال قبل ما هو اللي هو الله عز وجل خلق الإنسان هذا المحتاج الضعيف الفقير الناقص خلقه لأي شيء لماذا خلق الإنسان تمام هذا السؤال طيب حطوا السؤال هذا عجل نسأل السؤال الثاني اللي هو إنت لما تيجي على دورة مثل دورة فقه النفس تريد أن تتعرف على علم النفس الإسلامي بين قدسين وتصور النفس في الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية لماذا تريد هذا طيب قد يظهران على شكل سؤالين مختلفين لكن في حقيقة الأمر أنا أدور على نفس المعنى وهو التالي إجابة السؤال الأول اللي سألته واضحة خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته جواب السؤال الثاني شيء آخر شو الشيء الآخر اللي هو أنا أجيت لأني مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بالإسلام ومؤمن بأن الدين من عند الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يصلح البشار وا 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 مع شوية طرطيش ثقافة إنسانوية شوية تعظيم للإنسان وتعظيم للنفس شيء من العلمانية أو العالمانية بين قدسين اللي هي الدنيوية الارتباط بالدنيا والركون إلى الدنيا والاطمئنان والرضا بالدنيا يجعلنا هذا ما شيء نحب الدين لكن نحبه لي ليضبط دنيانا باختصاص نريد معاني الدين لا لنستجيب لها لا 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 ممكن نستجيب لها لكن نستجيب لها بشرط اتزبط لنا الدنيا اتزبط لنا الدنيا فهنا أنا باختصار أضع حد واضح وجلي جلاء الشمس في رابعة النهار بين فكرة إنه لما نتعامل مع الإسلام مع الدين مع الشريعة مع العقيدة في تعاملها مع المخلوق ذلك المحتاج الناقص الفقير الضعيف هذا الإسلام جاء لمعالجة هذا المخلوق الضعيف المحتاج الفقير تمام الناقص جاءت لمعالجته من أي وجه هل جاءت لمعالجته مشان ينبسط في الحياة الدنيا ويعيش مبسوط ومرتاح وحلو أموره كمدرسة سلوكية مدرسة علاجية مدرسة نفسية لتعالج الإنسان مشان ينبسط في حياته الدنيا ولا لا ولا هاي إذن لماذا طبعا واضح من صيغ هذا السؤال الاستنكارية أنه طبعا لا لم يأتي الدين لأجل هذا وإن كانت إحدى الثمرات المرجوة التي تحصل يعني لكي لا نفهم خطأ أنه هل يحصل أن الإسلام يجعل للإنسان فعلا نعم مرتاح في الحياة الدنيا ويدخل كما سمع شيخ الإسلام بتيمية جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة نعم يحصل كثمرة كجائزة أنا بقدر أسميها كهدية كبونس لكن ليس كغاية فرق سماء الأرض الغايات ما في لا يمكن أن تتعدد الغايات هي إما إرادة الدنيا ومتاحها وإما إرادة الله والدار الآخرة هيك شكلها ولذلك تجد الموازنات في القرآن هكذا أن كان يريد كذا أو أن كان يريد كذا ما في والله أنا أريد شوي من كذا وشوي من كذا ما في وفي الحديث القدسي أنا أغنى الله عز وجل يقول أنا أغنى الأغنياء يعني الشرك شرك بمعنى أنك تشرك معي شيء آخر فأنت تشرك مع الله شيء آخر بدك إشي ثاني غير الله ولذلك لا يستقيم أن ننظر إلى ما نعالجه الآن من معالجة المخلوقية من ناحية شرعية وأجد بعض الاستشكالات ونماشي في هذا السياق ستجد إشكالات كبيرة إذا نظرتك النظر الأولى النظر المشكلة لأن النظر المشكلة ليست نظرة إسلامية هي نظرة إنسانوية نظرة علمانية وتكلمتم أعتقد عن تاريخ النفس بشكل جيد مع الدكتور في أنه هذا التاريخ الذي نحن في مرحل من مراحله أوصل الناس لتقديس الإنسان وأصبح مفهوم الدين إنما هو فقط لإصلاح الإنسان في الدنيا والموضوع غيرهيك تماما طيب شو هو الغيرهيك أنا بعرف النقار بحكي عن الذي أتكلم عن ما لا ينبغي طيب ما هو الصحيح قبل أن أتكلم ما هو الصحيح دعون أن نتفق على ما ليس بصحيح كما قلنا الله عز وجل خلق هذا المخلوق المحتاج الناقص الضعيف الفقير وأرسل له الرسل والشرائع والرسالات والكتب لتعالج هذا النقص لتعالج هذا النقص المعالجة هنا بالمعنى اللغوي اللطيف اللي هو المعالجة تعرفون إيش عن المعالجة هذا من المفاعلة المعالجة زي المصارع زي التفاعل ليست لشفاء الكيور لا المعالجة هذا أفضل لفظ أستخدمه فجاءت الشريعة والدين لمعالجة هذا الضعف ولمعالجة هذا الفقر ولمعالجة هذا النقص المعالجة مرة أخرى اعتلج يعني اختلط عالج الشيء فخلطه يعني لما تحكي أنه اثنين تعالجوا يعني استرعوا مع بعضهم بعض واضح هذا المعنى عشان نفهم كلمة أو على الأقل استخدامه للكلمة فصحيح جاء الدين لمعالجة هذا الضعف هذا الفقر هذا النقص تمام لكن ليش لماذا هل يحيى الإنسان في حياته الدنيا مبسوط مرتاح سواء ممكن نستخدم الألفاظ الشرعية الحلوة عشان الناس تكيف عليها راضي مطمئن سعيد بطيق هل لأجل هذا الجواب لا طب ليش الجواب في الآية قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكانت الغاية أصلا هي عبادة الله سبحانه وتعالى الغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى وتعبير العبادة فيه تفصيلات لكن دعونا نتفقد أن الغاية هي الله سبحانه وتعالى والغاية إذا بدي يكون فيها ثمرة محسوسة لصلاح الإنسان ما في مشكلة لكن هي في الآخرة أو الأصل فيها الآخرة مرة ثانية هل يحصل جوائز في الدنيا يحصل جوائز في الدنيا لكن ليست للغاية يا جماعة هذا الكلام دقيق وخطير ليش خطير لأنه بعض الناس يعتقد لأنه لأنه ما بيشتغل غير هيك يعني هو ما بيشتغل الدين غير هيك كيف يعني تخيل معي هو الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب مثلا بذكر الله تطمئن القلوب المعادلة واضحة أنك إذا ذكرت الله يطمئن القلب تمام أو يعني إذا دومت على هذا اللي هو وكان قلبك حاضرا ومتذكر لله سبحانه وتعالى يطمئن قلبك مرة ثانية إيش إذا ذكرت الله يطمئن قلبك بعض الناس بشكل بالموضوع ويستخدم ذكر الله تبعي اللسان وكأنه يقول يا رب اجعلني مطمئنا مع أنه طبعا قد الله عز وجل يعطيك من ذلك الله عز وجل سبحان الله منان سبحانه وتعالى يعطيك حتى وانت لا تستحق لكن إنت ما حققت المعادلة إذا كان ذكرك لله ليس بمعناه الحقيقي يعني إنت مش بتذكر الله إنت بتقول وكأنك تقول بلسانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولكنك تقولها بمعنى أنت ما الذي تقصده مش لا إله إلا الله أنت ما أنت مش حاضر معنى مش حاضر إيش معنى لا إله إلا الله في ذهنك ولا سبحان الله ولا الحمد لله أنت في ذهنك معنى بدي حياة طيبة بدي حياة طيبة بدي أكون مرتاح بدي أكون مرتاح أو كالذي يأخذ من الآية مثلا اللي هو قول سيدنا نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا طيب كيف القصة؟ استغفروا ربكم فإذا استغفرت ربكم يكون غفارا لذنوب سبحانه وتعالى يرسل السماء يعني يرزقك باختصار الرزق ولذلك الاستغفار مفتاح من مفاتيح الرزق الأساسية طيب فيجي واحد يقول استغفر الله وهو لا يقصد استغفر الله هو يقصد يا رب رزقني يا رب رزقني الله قد يعطيه الله منان سبحانه وتعالى لكن الإنسان لازم يدرك أنه في تلك المرحلة هو لم يحقق الشرط أصلا هو ما استغفر يعني هو يعني برضو مع شامكم متطرفين أبيض وأسود أنا بتكلم بالمعاني يعني بكمالية المعاني ولكن هو ما يستغفر باللسان واستغفر اللسان جيد حلو ممتاز أحسن من بلا لكن لكن هو فعليا لم يحقق معنى الاستغفار اللي فيه الاستغفار أنا عن جد أستغفر الله سبحانه وتعالى ثم نتيجة لهذا الاستغفار تأتي النتائج والثمارات نرجع للمفهوم الشامل تبعنا اللي هي الشرائع والأديان أنا بتكلم عهليا عن الإسلام بشكله الكامل الذي جاء لمعالجة الضعف الإنساني النقص الفقر المعالجة هذه هي المطلوبة ليست الثمرات التي قد تحصل اللي هي الله عز وجل اللي الله عز وجل وعدنا بها لكن هي أمر الله ليست مرادة لذاتها لا تطلب لها مثلا فلنحيينه حياة طيبة ألا بذكر الله تطمئن القلوب حلاوة الإيمان هاي المفاهيم هذه المفاهيم لا تطلب هذه المفاهيم تعطى جائزة وعادة أعطي مثال صاحب إلي أتاني يشكو يقول أنا في فترة كنت ملتزم بالصلاة وبورد القرآن وبالأذكار وبكثير من الواجبات التي كنت أعيش فيها بحالة قريبة أو كنت أصل في كثير من المرأة يعني في ذلك الوقت كنت أصل إلى درجة قريبة مما يسمى الإحسان أن أعمد الله كأني أرى وكنت في حالة شعورية لا أعلم بها إلا الله من الروعة يعني شيء فوق 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 فيقول وبطبيعة الحال بيقول انت كست يعني انت كاساس صار عندي شغول انشغلت بي أبصال أيش كذا طيب يحد هون شو المشكلة طبيعي وهو يعرف أنه طبيعي طيب شو المشكلة يقول لكني بعد ذلك حاولت محاولات شديدة جدا أن أرجع على نفس البرنامج وفعلياً رجعت على نفس التفتيب لكن أني أحصل نفس الشعور ما حصلته حاولت أرجع لكني لم أرجع طبعاً أنا أجبته عدة أجوبة بيتكلم فيها أهل العلم من ضمنها أن من ضمنها جزء من الكلام اللي نحن نتكلم فيه اليوم أنه هذه حلاوة الإيمان هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى لا يطلب لذاته وأحياناً إذا طلب لذاته بعرف أنه كلمة شديدة وفعلياً أنا لا أقصدها بالحرفية لكن افهموا علي المعنى إذا أصبحت مطلوبة لذاتها أصبحت شركاً مع الله بعرف كلمة شديدة انسوا كلمة شرك لكن فعلياً أصبحت تزاحم النية الخالصة يعني أنت كنت قبل هيك تصلي للا تقوم الليل للا تذكر الله تقرأ كلام الله فالله يعطيك من حلاوة الإيمان يعطيك من طمأنينة يعطيك من يعطيك بعدين انبسطت أنت على العطاء فأصبحت تطلب هذا العطاء تمام أنت نزلت 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 فراحت الجائزة مثال إنسان يجاهد في سبيل الله الجاهد في سبيل الله طاعة عظيمة جداً لكن الجاهد أحياناً في نتائج حتى الدنيوية مادية بيطلع لك غنائم بيطلع لك فلوس بيطلع لك كده ففي واحد كيف على الموضوع وأصبح فعلياً يجاهد لأجل هذا المعنى أو على الأقل مش لأجل 100% لكن صارت هذه النية تزاحم تلك النية نزلت ما معنى راح العمل، ما معنى حبط العمل، لا، لا، لكن أنت بدك تتكلم عن المفهوم المطلوب، أو على الأقل المفهوم الصحيح اللي لازم يكون في ذهنك تسعى إليه طبعاً هذه مسألة ثانية لا أريد أن أدخل في تفصيلها أن الشرك له معاني كثيرة، لكن هنا أنا أتكلم بالمعنى الحرفي له، اللي هو المعنى اللغوي له، اللي هو أن تشرك نية أخرى غير إرادة وجهه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، تمام؟ وإشراك نية أخرى، هذا للعلماء فيها كلام طويل جداً، متى يجوز، متى لا يجوز وكذا، لكن من اللطائف التي أذكرها الآن، من اللطائف التي يذكرها أهل العلم أن الشرك أحياناً لأجل الدنيا، لأجل المصلحة الدنيوية، لأجل راحة نفسية وهو، هذا يعني صح بنزل درجتك، بنزل درجة العمل يعني أنا أصلي لله هذا شيء، غير لما أصلي وأنا بأخذ راتب مثلاً على هذا الشيء، غير لما أصلي وأنا أرجو هذا الراتب يعني أو أرجو راحة نفسية، هذا بينزل المرتبة، لكن متى بيكون شرك النية مصيبة لما يكون مع الناس؟ إيش يعني؟ لما أشرك أني أريد الناس، أريد كلام الناس، هذه خطورة الناس ترى ولذلك الإنسان ممكن يتعلم العلم ويريد به الدنيا من ناحية أنه بده فلوس يعني بده يدرس لكي يصبح عالم ويجي فلوس، يدرس بالجامعة، ما في مشكلة لكن تدرس العلم ليقال ويقال مصيبة تكون من الذين يسعر به من نار يوم القيام المهم، هاي هيك على الهامش نرجع لموضوعنا طيب أنا مش ناوي أطول كثير في كلامي لكي نفتح باب النقاش لأنه أعتقد أن الكلام سيفتح باب كثيرة للنقاش طيب الله خلق الإنسان، هذا الإنسان الضعيف، الفقير، الناقص وجاء الدين ليعالج هذا النقص وهذه المخلوقية بصفاتها خلينا نسميها المخلوقية بلاشن انكررها كل مرة خلق المخلوق، فهذا مخلوق مخلوق هذا الله عز وجل أرسل له الرسالات، الرسل الأنبياء، كذا لمعالجة هذه المخلوقية طيب كيف؟ ما هي المعالجة؟ ما الغاية من هذه المعالجة؟ اتفقنا أنها ليست أن الدنيا نقطة، ليست الدنيا فقط أو على الأقل، خلينا لكي لكون أدق بالعبارة ليست أسمى الغايات هي الدنيا وليست هي التي تطلب لذاتها، وإن كان قد يكون جزء طيب ليش؟ هايها، الآية تجيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة ما علاقة المخلوقية بالعبادة؟ اقرأ الآية تجد العلاقة، هايها خلقت ليعبد وهذا تجد كثير ترى في الآيات ربط المخلوقية المخلوقية بالنسبة للعبد بالنسبة للمخلوق يعني والربوبية بالنسبة للإله من جهة مرة ثانية هذا تجده كثيرا في الكتاب والسنة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء الربط بين المفهومين، هذين المفهومين المخلوقية بالنسبة للمخلوق إنه مخلوق ضعيف، ناقص، محتاج ومقابلها، مقابل المخلوقية ما هو؟ الربوبية، أن الله الرب، الخالق، الرازق، المدبر الذي خلق هذا الإنسان هذا مخلوق ورب مخلوق ورب مقابلها مفهومين مفهوم مقابل فيه وجهين اللي هو العبد مقابل المخلوق العبد فهو المخلوق المفروض يكون عبد عبد لمين؟ لهذا الرب اللي هو هون اسمه إله فعني ما بدي أخلط الموضوع كثير لكن من يعرف في مساء العقيدة هذا توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية وعلاقتها بالمخلوقية والعبودية فالمخلوق المخلوق استشعار أنك مخلوق وأن لك رب خلقك ورزقك ويدبر أمرك الحي القيوم سبحانه وتعالى نتيجة لهذا يجب أن تكون نتيجة منطقية الواضحة جدا أن تكون عبدا له وهو إلهك معبودك من تريده من تحبه من تطيعه الإله فمفهوم المخلوق يلزم منه أن تكون عبدا لمن؟ للخالق الذي بالنسبة لك إذا كنت عبد محترم بيكون إلهك الحق فتتخذ الله إله لا تكون من الذين فرأيت من اتخذ إلهه هواه أو لاتخذ أربابا من دون الله أو لاتخذ الدرهم والدينار رب أو إله وكذا فاللي بياتخذ إله الآلهة تتعدد حسب أن تشوف تأخذ لكن لا معبودة بحق لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى هذا معنى لا إله إلا الله بالمناسبة ليس معناه أنه ما في ما في إله إلا الله لا إله إلا الله ليس معناه أنه لا يوجد إله إلا الله مع أنه معناه أنه لا إله يستحق العبادة حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى ولا أنه يستعبد أهوائها أنه يستعبد الترغم الدينار أنه يستعبد المظاهر والشكليات أنه يستعبد الموضة أنه يستعبد الشكل أنه يستعبد البرستيج أنه يستعبد المناصب أنه يستعبد الشهادات أنه يستعبد المعبودات الكثرة الله يجينا طيب قدمت كثير مقدمات كررت كثير من المفاهيم لكي أحاول أن أغلس تسهم فأريد أن أنتقل مباشرة إلى معنى هذا بالتفصيل ولعله بالأمثلة يكون إذا تكلمنا عن مفهوم معالجة المخلوقية وإنها ليست لمجرد أن أعيش حياة الدنيا مبسوط بل هي لأعبد الله طب كيف الموضوع أعتقد أنه إذا وضحته ببساطة بيكون أموره ماشي أنا أريد أن أتكلم عن هذه المفاهيم أولا بأول سريعة إن شاء الله لو أردنا أن نأتي إلى مفهوم العبودية أصلا ما معنى العبادة ما هي العبادة إذا عرفنا معنى الخلق أصلا اللي هو الإيجاد من العدم واللي ينتج منه صفات متعددة مثل الضعف والفقر والنقص طب ما هي العبادة ما هي العبادة العبادة كما يعرفها الدين بشكل عام أو حتى بالمعنى اللغوي العبادة ما هي العبادة العبادة هي كمال الذلة وكمال المحبة أو يسموها غاية الذلة مع غاية المحبة إيش يعني الذلة وإيش يعني المحبة الذلة من التذلل يقال عبدت الطريق عبدت الطريق يعني طريق معبد يعني طريق مذلل طريق سهل للساركين لكن فالمعنى أصلا حتى كلمة العبد الموجودة في اللغة اللي تستخدم للعبد يعني ذلك العبد اللي بيكون بيخدمك فهو متذلل لك اللي بينتج من هذه الذلة وهذه المحبة النتائج سنتكلم عن شيء منها لكن هذا معنى العبادة معنى العبادة فيه هذه المعاني الذلة والمحبة بل كمال الذلة وكمال المحبة وهنا معنى دقيق لأنه يكون المعنيين مع بعضهما البعض أن الذلة لوحدها لا ينتج عنها العبادة أو على الأقل تكون عبادة ناقصة فأنت ممكن تذل إنسان أو تذل لشيء وتكون كارها له مبغضا له فهذا أنت لا تعبده حق العبادة إذا كنت ذليلا له خاضعا له لكن بدون محبة حقيقية وقد تكون محبا لإنسان أو محبا لشيء لكنك لا تتذلل له ولا تخضع وإنما تحبه محبة الند للند وأنا أحب أن أعطي أمثلة هنا فالمحبة مثلا من المحبة ما هي محبة الند للند محبة الأقران أنا أحب صديقي وصاحبي نحن في مرتبة واحدة فمحبتنا لها متعلقات ولها صفات أخرى لكن ليس من ضمن هذه المحبة الذلة إلا بدرجة معينة لكن ليست كمال الذلة يعني مثلا أنا أحب أخي المسلم ومن صفات المسلمين فيما بينهم أذل على المؤمنين أن يتذلل الإنسان لإخوانه من ناحية أنه يكون سهل يسير معهم لكن لا أتذلل له أسجد بين يديه لا أتذلل له أخضع له وأطيعه في كل الأمر لا أتذلل له أعترف بإني إنسان أقل منه وإنه يعني ليس هذه الذلة إنما في درجة من الذلة محبتك لوالديك أنت تحب أباك وأمك في درجة من الذلة نعم لكنها ليست كمال الذلة أحيانا تحب الشيء اللي أقل منك أنت تحب مثلا تحب الشاي تحب الشاي مشروب شيء تشربه وهو الشيء أقل منك مرتبة يعني هو شيء غير حي وكذا فهذه المحبة فيها درجات يعني لكن لما نتكلم عن العبادة بمعناها المقصود هنا هي كمال الذلة وكمال المحبة طيب وكمال الذلة وكمال المحبة هذه التي تنتج أشياء كثيرة طويلة عريضة اللي هي احنا من سميها باختصار القول والعمل الظاهر والباطن القول والعمل الظاهر والباطن ولذلك تعريف العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الباطنة نقصد قول القلب وعمل القلب يعني العلم وأعمال القلب المختلفة من خوف ورجاء واستعانة واستكانة وغيرها من أعمال القلب لا أريد أن أدخل في تفصيلها لكن أحببت أن أتكلم عن معنى العبادة التي يجب أن هي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى واقترانها بمفهوم الخلق شيء أساسي جداً شو دخل مفهوم الخلق أنه مخلوق طيب مفهوم المخلوق كما قلنا مجرد ما نحكي أنه في خلق هذا معنى أن هناك مخلوق وخالق مخلوق وخالق الله عز وجل تعبدنا طبعاً واضح أعتقد العلاقة بين لأنني مخلوق وأن هناك خالق فأنا يجب أن أحب هذا الخالق وأن أتذل الله سبحانه وتعالى وأعيش على هذه المعاني طول حياتي وهذه العبادة بمعنىها اللي هي الخضوع لله سبحانه وتعالى وبسبب فإذا بدأ يكون في سهم هنا اللي ينتج عنه هذا القول والعمل الظهر والباطن بعد كمال الذلة والمحبة فسيكون الوصلة هي الخضوع الخضوع الذي يصل بالإنسان إلى القول والعمل الظهر والباطن طيب هناك مسألة أساسية هنا في ربط المفهوم المخلوق والخارق بمفاهيم العبادة أو الركنين الأساسيين للعبادة وهما الذلة والمحبة ذلك أنك في الحياة في حياتك المطلوب منك كعبادة كما قلنا هو هذا الذلة والمحبة القول العالمي قائم على شيء نسميه التعايش مع القدر التعايش مع أقدار الله سبحانه وتعالى كيف يكون التعايش مع القدر كالتالي الآن كل قدر من أقدار الله اللي من ضمن وجودي أصلا إني مخلوق اللي من ضمن العطايا التي يعطيني الله سبحانه وتعالى إياها اللي من ضمن المنع اللي من ضمن المرض اللي من ضمن الصحة اللي من ضمن الطاعة اللي من ضمن المعصية كلها أقدار الله أتعامل مع هذه الأقدار كل هذه الأقدار أتعامل معها بطريقة واحدة تقريبا بالأساسات ما هي الأساسات التي نتعامل فيها مع الأقدار هكذا بما أنه في خلق في مخلوق في خالق الخلق هنا أنا أقصد العملية عملية الخلق فأنظر لنفسي فأنظر لنفسي بما يسميه العلماء بمطالعة عيب النفس والعمل مطالعة عيب النفس والعمل وأنظر لله سبحانه وتعالى بعين أخرى اللي فيها تقديس الله سبحانه وتعالى اللي هي نسميها مشاهدة المنة من الله سبحانه وتعالى مشاهدة المنة المنة النعمة الفضل من الله سبحانه وتعالى فينتج عن مطالعة عيب النفس والعمل مطالعة عيب النفس والعمل ينتج عن هذا إذا بقيت أنا في كل لحظة من لحظات حياتي قدر الإمكان طبعاً ما في ما بدنا وهم الكمال سنأتي على مشاكل وهم الكمال لكن فكرة إذا تعاملت مع كل قدر من هذه الأقدار بأنه أنا إنسان بطبيعة الحال ناقص العيب هذا يشمل الضعف الفقر الناقص كلها المفاهم المخلوقية التي أتكلمنا عليها اللي هي أنظر إلى عيبي إلى ضعفي إلى فقري إلى نقصي وعلى الجهة الأخرى أنا أنظر إلى كمال الله سبحانه وتعالى وإلى أسماء الله وصفاته فينتج عن هذه مطالعة عيب النفس والعمل ينتج عنها هذا المفهوم الذلة لأني كلما نظرت إلى نفسي أني إنسان ناقص أقل ضعيف ناقق وخاصة في وأنت تستحضر الجهة الأخرى كما قلنا له مشاهدة مننا من الله سبحانه وتعالى هذا طبيعي سيحصل منه كمال الذلة لله سبحانه وتعالى وكذلك بالمقابل مشاهدة المنة من الله سبحانه وتعالى في كل أقداره المنة من الله النعمة من الله الفضل من الله سبحانه وتعالى كل ما شاهد هذا نتج عندي هذا المعنى وهو المحبة طبعا هنا أنا أتكلم عن تفصيل لعله لا يصلح بهذه الحدية والعلماء لم يحكوا هذا التفصيل ينبه على هذا المعنى إنه ليس بهذه الحدية بل حتى مطالعة العيب النفس والعمل يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى أيضا ومشاهدة المنة أيضا يغذي مفهوم الذلة لكن أنا أتكلم بالعموم وأتكلم عن ربط المفاهيم بشكل أساسي وكل المقصد من هذا الكلام الآن هو الربط بين مفهوم العبادة ومفهوم الخلق بين مفهوم العبودية ومفهوم المخلوقية وأن العبودية كما أنا أسميتها في العنوان أن العبودية هي القطار الذي لا يصلح أن يسير إلا على مفهوم المخلوقية أصلاً ولذلك أسميتها السكة والقطر تلك السكة وكأنها سكة قطار القطار يسير عليها فمفهوم العبادة قائمة على مفهوم المخلوقية أصلاً فلولا استشعار أنك مخلوق ضعيف فقير ناقص محتاج الله عز وجل في المقابل هو القوي هو الغني هو الكامل سبحانه وتعالى فبالتعايش مع هذين المعنيين معاني المخلوقية يعني المخلوق والخالق المخلوق اللي هو صاحب العيب صاحب الضعف صاحب النقص صاحب الفقر والخالق صاحب الكمال سبحانه وتعالى الغني سبحانه وتعالى القوي سبحانه وتعالى تحصل معاني العبادة المختلفة اللي ينتج عنها القول والعمل والاعتقاد كنتائج تحصل أولاً بأول ولذلك تجد حتى في كلام الدكتور عن مفهوم مثلا الضعف الضعف هذا تستطيع أن تدخل منه أبواب العبودية المختلفة فالضعف هذا معناه أنك أنت إنسان أول شيء يذكرك في مخلوقيتك بشكل عام بشكلها الكامل بشكلها العام يذكرك بحاجتك لله سبحانه وتعالى أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بالتعايش مع أسمائه المقابلة لهذا الاسم المعالجة لهذه الصفة القوي سبحانه وتعالى المتين الحي هذا هو كذلك الفقر كلما استشعرت فقرك أو حصل لك شيء من معاني الفقر طبعا كل معنى من هذه المعاني أنا المعذرة جزء أنا أتكلم بدون أمثلة أنا عادة ما أطرح الأفكار بشكلها المجرد لكني حضرت لك من بعض الأمثلة لكني نتكلم عنها إن شاء الله لكن يجب أن ندرك أن هذه المعاني سواء بشكلها العام الكبير أو بأحوالها المفردة يعني الضعف العام أو ضعف لحظي ضعف صار في موقف معين كذلك الأمر الفقر العام تبع البني آدم أو الفقر الذي يحصل في أحوال معينة كله كله ينطبق عليه نفس النفهوم يعني مثلا من مفاهيم الضعف التي تحصل عند البشر الشهوة بل الآية مثلا في سورة النساء التي تتكلم عن الإنسان خلق الإنسان ضعيفة تتكلم عن شهوة الرجل تجاه المرأة باختصار وضعف تجاه المرأة فهو ضعف فهذا من المعاني التي أيضا إذا تعاملنا معها حق التعامل خاصة تعامل القلب أعمال قلوب هذه خطيرة فأنا تعيشت مع أسماء الله وصفاته بهذا وعالجت هذه القضية معالجتها الصحيحة كنت أنا فعلا أعبد الله فخرجت معاني العبودية فعليا من رحم معاني المخلوقية بهذا الشكل الذي أنا أشرحه كذلك الأمر كما قلنا الفقر فوقتها أنا أتعايش فعلا مع الله سبحانه وتعالى الغني المعطي المعين سبحانه وتعالى وإذا تكلمت عن النقص وقصة وطبعا أنا ممكن لا أحب الحصر بهذه الألفاظ التي أمامي لأنه ممكن دكتور يعبر عن بعض المعاني التي ممكن أنا يعبر عنها بطريقة مختلفة ممكن لنقص فهمي أو لتداخل بعض المفاهيم عندي ببعضي لكن باختصار لما تحكي عن النقص في نقص الإدراك ونقص العلم ونقص النظر ونقص السامع ونقص نقص كل شيء أنت ناقص أنت في كل شيء ناقص سبحان الله فتخيل معي أنت في كل حالة ضعف يعني تستطيع تخيل بالدكية من الضعف أو في كل حالة فقر أو نقص وكان انشغالك الحقيقي في تلك الحالة مطالعة طبعا هنا مطالعة شبيهة للمشاهدة هنا اللي هي فكرة أنه لعلنا نسميها بالعامية استشعار استشعار عيب النفس استشعار أنك ضعيف استشعار أنك فقير استشعار أنك ناقص ولعلنا أحيانا نعبر عنها ب لا أقول الاستمتاع بالضعف لكن التعايش مع هذا الضعف والاعتراف به والعيش به فأنا أعيش بهذا ومقابل تماما يكون مشاهدة المنة من الله سبحانه وتعالى بهذا الضعف أو بهذا الفقر أو بهذا النقص اللي هو تخيل معي أنه احنا متكلم مثلا عن ضعف مقابل الضعف القوة مقابل الفقر الغنى كما قلنا مقابل النقص الكمال وهذه المعاني المقابلات لهذه المعاني كمالها لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فهو القوي سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى هو الكامل صاحب أسماء الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى لكن الإنسان قد يحصل له نوع قوة بالله سبحانه وتعالى وقد يحصل له نوع غنى بالله سبحانه وتعالى وقد يحصل له نوع كمال بالله سبحانه وتعالى ومن عجيب الأمر بل من ظاهره ومن لطيفه إن الإنسان كلما كان مستشعرا لهذه المعاني الضعف مع الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله سبحانه وتعالى كان قويا بالمصطلح الدنيوي خليه نحكي ولذلك التعايش مع هذه خليه نحكي صفات المخلوقية الحاجات صفات الضعف والفقر والنقص ينتج عنها إنك إذا فهمت بهذا الشكل وأنا بشترط هذا الشرط لأنه شرط مهم جدا بدون صدقوني لن تستقيم الأمور إذا تعايشت مع هذه الصفات صفات المخلوقية كما هي كما هو مطلوب أو كما هو الأصل أن تتعايش بهذه الصفات عبودية لله سبحانه وتعالى سيكون نتيجتها الدنيوية نرجع للسؤال الأول بتذكر اللي طرحناه وسوينا عليه مشكلة سيكون نتيجتها الدنيوية القوة هنا والغنى هنا ودرجة من درجات الكمال هنا كيف؟ بسيطة لأنك عندما تعايشت مع الضعف الذي خلقت عليه مع الله سبحانه وتعالى كنت متوكلا على القوي متعايشا مع هذا الضعف كما شرع عليك سبحانه وتعالى شو ما كان هذا الضعف؟ مثلا كان شهوة فصبرت عليها وقت الصبر وفرغتها بطريقة مناسبة في وقت ذلك واستشعرت الأجر من الله سبحانه وتعالى عند ذلك بل حتى عندما أخطأت عند تلك الشهوة وصار عندك مشاكل أنت لم تقنط من رحمة الله وإنما استغفرت الله وتبت توبة النصوحة كل هذه أشكال ضعفة الآن أذكرها اتجاه مثال من أمثلة الضعف وهو الشهوة مثلا ومع ذلك أنت تعاملت مع هذا التعامل مع القوي سبحانه وتعالى أنت بذلك بطبيعة الحال قوي أنت بذلك من أصطلاح الدنيا ويعني قوي طبعا قوي قوي جدا يعني تخيل معي فعلا هذا الإنسان اللي هو فعليا يصبر على الشهوة يستعين بالله سبحانه وتعالى هذا يصبر يصوم أقصد شهوة تجاه النساء مثلا شاب أعزب يصبر يغض بصره يستعين بالله سبحانه وتعالى يتذلل بين يدي الله وإذا أخطأ لأنه يخطئ يخطئ بشر وإذا أخطأ يعني يحصل منه هذا الخطأ فلكن بعد ذلك يستغفر ويرجع إلى الله ثم يحاول مرة أخرى وإذا أصاب أصاب يعني أصاب ذنبا أو كذا عادي يرجع مرة أخرى يتوب هذا الوصف اللي وصفت لك أمامكم يعني واضح كل إنسان لديه يعني حس خلينا نحكي نوع من التدين ويحب الدين يرجو أن يكون مثل هذا الإنسان اللي هو يصبر يفرغ الشهوة في مكانها إذا تزوج إذا كذا إذا كذا إذا أخطأ يتوب ويرجع كلنا نرجو هذا الشيء طيب هذه قوة كذلك الأمر إذا استشعرت أنا أي درجة من درجات الفقر أو أي حالة من حالات الفقر وتعايشت فيها مع الغني سبحانه وتعالى فسأعيش أنا كما عشت في موضوع الضعف سأعيش الضعف لنهايته كذلك الأمر سأعيش الفقر إلى آخره يعني سأكون الفقير الفقير مع الله سبحانه وتعالى لكني الفقير مع الله لا أفتقر لغير الله لا أفتقر لغير الله النقص له تفصيلات لأن مجرد التعايش مع النقص هذا كمال مجرد التعايش مع النقص والاعتراف بالنقص هذا أصلا كمال لأن الكمال الإنساني الكمال المطلق لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى عقلا حتى لا يجوز إلا لله ولا يمكن إلا لله لكن الكمال البشري هو في التعايش مع النقص والضعف والفقر هو كذلك ولذلك أكمل الخلق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق كيف يعني أكمل الخلق ما كان عنده ضعف بشري ما كان عنده حاجة لله سبحانه وتعالى ما كان عنده لكن كان يتعايش معه التعايش الصحيح فكان ذلك الكمال ولذلك هي قاعدة أصلا يقولها العلماء إن كمال المخلوق في العبادة باختصار كمال المخلوق هو العبادة هي نفسها العبادة مش العبادة تنتج إنه إنسان كامل بالعكس هذه معدودة بالمناسبة من بداع الصوفية اللي كانوا يجعلون تزكية النفس غاية لذاتها يعني أنت بتزكي نفسك فقط مشان أنت تصير كويس يعني تزكي نفسك تتحلى بالصفات الجيدة وتتخلص من الصفات السيئة فقط هكذا لكي تصبح أنت إنسان كامل وبتعرف حتى التصوف الشرقي والديانات الشرقية والفلسفات الشرقية اللي تريد من الإنسان أن يصل إلى مرحلة النيرفانة ويصل إلى مراتب يعني مراتب الكمال البشري والاتصال حتى بالخالق والعياذ بالله من هذه الألفاظ لكن الفكرة أنه ليس هذا المطلوب في الدين بالعكس بل الكمال هو في التعايش مع هذا النقص مع هذا الضعف مع هذا الفقر دعوني لا أطيل أكثر من هذا وأنتقل مباشرة لبعض الأمثلة التي قد توضح هذه المفاهيم اللي شوي عامة يعني اللي ممكن توضح الأمور بشكل أكبر لكن خليني بس أنهي هنا هذا الذي تكلمت به عن موضوع مطالعة عيب النفس ومشاهدة المنة إنه هذا ترى التعايش بهذه الطريقة مع كل قدر من الأقدار ترى شيء يعني لا أدري كيف أصف لكم نتائجه لكن من يعرف هذا الشيء يعرف أنه رأيتم مثلا ما يسمى بمفهوم مثلا الشعور بالدونية عدم تقدير النفس عدم استشعار الإيجابيات أخطاء التفكير كثير من هذه الأمور هي محلولة بهذا الشكل بشكل واضح وصريح يعني مثلا بعض الناس خاصة في الأعراض الاكتئابية مثلا وخاصة الناس اللي عندها مثلا سوء تقدير لأنفسها سوء تقدير للنفس فهو يعيش طول حياته ضمن هذا المفهوم اللي هو مطالعة عيب النفس فأحيانا لما تقول له عليك أن تركز عن هذا المفهوم بعض الناس يقولك لا هذا سيزيد الطين بالله لا 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 يزيد الطين بالله إذا فهمته بشكل صحيح فهذا المفهوم لا يسير لوحده مفهوم مطالعة عيب النفس والعمل بل هذا بالتوازي تماما مع مشاهدة المنة من الله سبحانه وتعالى بل هي مطالعة عيب النفس والعمل إنما أنت تطلعه كمخلوق ضعيف فقير ناقص في مقابل مفهوم الإله الخالق سبحانه وتعالى الذي منع عليك بكذا وكذا 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 فيصبح مثلا ما يسمى بتقدير مثلا الإيجابيات وهذه الشغلات وتقدير النفس وهيك يصبح واجبا عليك شرعا أصلا إيش يعني؟ خلينا نحكي بالمعنى العام جدا أنا إنسان مخلوق عندي العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني تماما وعندي حسنات طب أنت بتقول هون فقط مطالعة عيب النفس طب وين الحسنات تبعتي؟ كيف أقدر نفسي اليوم نسمي تقدير النفس ولذلك أنا لا أحب هذه اللفظة بدون أن تحدد طبعا إحنا ضد الثقة بالنفس هذا وهم الثقة في النفس إنسانية الثقة بالله سبحانه وتعالى الثقة بمعنى التوكل هذا لا يجوز لكن حتى التقدير علينا أن نوضح هذا المعنى لكي يكون معالج بشكل يعني شوف سبحان الله كيف لما نحكي عن عيوب النفس عيوب النفس عيوب النفس عيوب النفس طب وين الحسنات؟ الحسنات هون الحسنات هون أنا أصلي أنا أقرأ القرآن أنا أتألم أنا أتألم عند المعصية أنا أحب الله ولكني أخطئ لكن أنا أحب الله هذه كلها حسنات وهذه تضعها هنا على أنها من من الله سبحانه وتعالى لما تكون منها من الله وتستشعرها بهذا الشكل ليس حقا لك أن تحذفها يعني تقلل من شأنها لأنك إذا قللت من شأنها انتهيك تكفر نعمة الله فترجحها وتقول لا أنا أصلي الحمد لله أنا أحب الله الحمد لله أنا أستشعر على الأقل الخطأ عندما أخطئ الحمد لله أنا فعلت هذا الخير اليوم الحمد لله ربنا يسره لي أنا أحب الصالحين الحمد لله هذه نعم من الله ليس حقا شخصيا لكنك تتنازل عنها وتقول والله أنا ما بسوي شيء كويس هذا ليس حقك شخصي تتنازل عنه هذه نعمة الله عز وجل عليك فهكذا تبقى بين هذين المقامين مقام مطالعة عيب النفس الذي يودي بك إلى مقامات الذلة ويصعد بك في هذه المقامات العليا من العبودية كذلك الأمر مشاهدة المنة من الله سبحانه وتعالى والمحبة من الله طبعا بيكون النتيجة العملية لهذا قد تختلف حزب الموقف إنه إيش المطلوب مني أفعل هذا شيء آخر تمام يعني خليني أعطي مثال سريع عشان كل شوية بنا نعطي شيء سريع عشان لكن على كل حال يعني مثلا أنا الله عز وجل رزقني مالا رزقني مال إجاني هيك مبلغ مالي محترم في صفقة تجارية الحمد لله ربني السرحة فأنا أطالع عيب نفسي إنه هذا المال لعل هذا يكون في فتنة لي هذا المال أنا شو سويت مشان يجيني هذا المال أخشى أن يكون إنه بالعكس هذا يعني يعني شيء يجعلني في أعمى في طغياني وأنا لا أدري لا أدري ممكن فأحذر من هذه الأمور وأطالع عيوب نفسي اللي هو لعله فعلا إشكال اللي وصلني لهن ولعله تمام هل المال هذا حلال كذا بدون وسوسة لكن فكرة محاسبة النفس على الجهة الأخرى تمام هذه نعمة من الله فأشاهد المنة ونعمة من الله لعلها تفتح لي أباب الخير إن شاء الله تفتح لي أباب الطاعة تريحني من جزء معين من الدنيا فتجعلني وهكذا ثم يكون المطلوب من هذا عمليا بحسب وضعك بحسب حالك طيب فالآتي على بعض الأمثلة اللي توضح لك كيف إنه المخلوقية باب مش باب أساسي بل هي الباب للعبودية طيب كما قلنا الله خلقنا وعندنا حاجات عندنا ضعف عندنا فقر عندنا نقص من ضمن أهم الحاجات الإنسانية من أهم الحاجات الإنسانية اللي فيها جزء كبير يعني قد أعبر عنها على أنها فقر كبير جدا هي التأله الإنسان بطبيعته بفطرته عنده حاجة نسميها حاجة التأله إنه يحتاج إله يحتاج شيء يريده يحبه يكون تحته يعني هكذا تمام هذا التأله بمعنى هذا الذل والمحبة الإنسان يتطلب هذا الإنسان بطبيعته يريد هذا بعض الناس لمن حرفت راحوا سووا أصنام راحوا عبدوا الشجر عبدوا الحجر عبدوا الشمس والقمر فهذه الحاجة وهذه الحاجة كصفة من صفات المخلوقية كيف يلبيها الإسلام؟ واضحة بأن يبين لك أن الله هو الخالق وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى ولذلك كان امتحان العبودية ليس فقط أنك تسوي أشياء كويسة في الحياة بس لا 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 إنك تتعبد الله بذاته سبحانه وتعالى تصلي لله تتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي معاني سبحانه الله لطيفة من الحاجات المخلوق البني آدم الآن سنأتي على شيء منها لكن من ضمنها مثلا إنه الإنسان يتطلب الجهة يتطلب إنه يتطلع على جهة معينة يعني لما بدي إشيء أنا أنظر إلى شيء يعني هيك بني آدم أنا أعيش في الزمان والمكان ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لنا مثلا قبلة قبلة أصلي تجاه القبلة حتى لما ما ألاقي القبلة أعرف أن الله يتلقاني في أي وجه كنت لكن للأصل القبلة بل حتى فكرة أن الله عز وجل يخبرنا أنه في السماء سبحانه وتعالى في العلو سبحانه وتعالى فيكون نظر قلبي وحتى نفسي لله سبحانه وتعالى في الأعلى يكبي هذا المعنى الكامل الشامل من الحاجات والضعف البشري يعني هي تعبر نوعا ما عن نقص لكن سبحان الله كيف إذا أكملتها بتكون شيء رائع جدا مثلا الحاجة لمعرفة السبب البني آدم من هو صغير من هو طفل صغير 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 إذا أصدرت صوت حوله يتلفت يبحث عن هذا الصوت إذا لمسته من خلفه يعني يتلفت لينظر ما السبب ما الذي جعلني كذا وهذا طبعا يعبر عن حاجة الإنسان لهذا نقص علم الإنسان الذي يحتاج فيه إلى حركة لكي يعرف فهو يتحرك ليعرف تمام؟ فهذا ينتج عندنا مبدأ السببية أصلا اللي هو فكرة أنه أنا أتطلب الأسباب أريد أن أعرف السبب أعرف ليش ولذلك هاي من الأشياء الأساسية اللي برضو عالجتها الشريعة وعالجها الدين اللي هو أن تخبرك بالأسباب الأسباب الأساسية لخلقك أنه أنت خلقت من كذا وكذا إيش اللي كان سابقا أنا أتكلم عن الأسباب السابقة خصوصا الأسباب التي أدت إلى نتائج وحتى مفهوم السببية الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه أنه نفهم من خلال الأشياء كذلك الأمر الغائية الغاية يعني الإنسان بطبيعته أيضا كما يقول شيخ الإسلام بالتيمية وهذا يعرفه كل بني آدم بيفهم أن الإنسان كائن حساس يتحرك بالإرادة أنا أريد الجزء الثاني يتحرك بالإرادة إنه الإنسان بحسب ما يريد يتحرك هو يريد شيء معين يتحرك له حتى الحيوانات كذلك الأمر بالمناسبة بدرجة معينة اللي هو بسة جعانة فبتتحرك مشان توكل زهقانة بتلعب يعني هيك تتحرك لغاية لأجل شيء معين وبذلك أيضا الشريعة جاءت لتعالج هذا الفقر وهذا النقص اللي هو جزء منه صراحة كمان لكن جزء منه نقص إنه لا أستطيع أن أتحرك من تلقائي نفسي يعني الإنسان من نقصه إنه ليس عنده خلينا نسميها حركة مطلقة يعني أنا أفعل الشيء فقط هكذا لأني أريده بدون أي قيود لا يجب أن يكون هناك حاجة غاية شيء أريده وسبحان الله الله عز وجل خلق لنا هذا سواء في الشريعة أو كفطرة دعوني أن أتكلم مسائل لعلها تكون أقرب وأمثلة أقرب لكي تفهم في هذا السياق اللي هو مثلا مثلا الإنسان من طبيعته ومن ضعفه ومن فقره ومن نقصه أنه محب بحب يحب يميل إلى الأشياء ميل طبعا المحبة فيها درجات كمال بالمناسبة الله عز وجل يحب عباده الصالحين فهذه درجة كمال لكن في إجزاء من المحبة قد يكون فيها نقص هذه ليست لله سبحانه وتعالى لكنها للمخلوقين يكون فيهم هذا النقص اللي هو إيش إني أحب الشيء فأشتاق له فيؤلمني هذا الاشتياق أو أحب الشيء الذي أفتقر له وأحتاجه وهكذا فهذا الشريعة لم تأتي بقلعها من الجذور هذه المحبة أو هذه الصفة اللي هي المحبة كذلك الأمر الخوف وكذلك الأمر الرجاء بل حتى أشياء مثل الحسد لم تأتي الشريعة بقلعها من الجذور بل حتى حب الظهور بالمناسبة بل حتى حب العلو بالأرض والله يعني الآن سأتي على أمثلة من هذا لكن علينا أن ندرك هذا المفهوم إنه المخلوقية لم نطالب نحن في هذه الدنيا إنه نقتلعها من جذورها نقتلع الضعف هذا ونقتلع هذا الفقر ونتخلص من هذا النقص بل المطلوب بنا أن نتعايش مع هذا الضعف مع هذا الفقر مع هذا النقص عبادة لله سبحانه وتعالى بالطريقة الصحيحة مش مطلوب بنا أن نتعايش معها مشاء نعيش في الحياة الدنيا مبسوطين ولا مطلوب بنا نجتثها من جذورها وهون أتذكر مثال بيحكي الإمام من القيم في موضوع يعني معالجة الصفات الصفات خلينا نحكي فيقول الناس مثلهم كمثل قرية قرية كانوا يعيشون في أسفل الوادي وكان هناك سيل هذا السيل سيأتي عليهم هذا السيل سيأتي عليهم سيأتي على هذه القرية والسيل هذا قد يدمر بيوتهم ويدمر حدائقهم ويغرقهم يعني خطير فقامت مجموعة من القرية وقالوا دعونا نسد السيل نجعل هناك سد للسيل ونحاول قدر إن كان الينابيع التي تمد هذا السيل دعونا نغلقها يقول الإمام من القيم وهؤلاء لم يصنعوا شيئاً هذا يضحكوا على حالهم ليش؟ لأن السيل أول بأول سيكثر ويكبر ويفيض ثم لا تستطيع أن تضبطه وبعدين ما استفدنا طيب في جماعة ثانيين من القرية قالوا لا لا إحنا ما بنقدر نسد السيل لكن نقوي البنيان فخلينا نبني بيوت كبيرة ونحاول نجيب ملاجئ لمشان نقعد فيها لما يصير في مشاكل وهكذا وهؤلاء أيضاً لما يصنعوا شيئاً لأنه يكاد السيل أن يزداد ويزداد فيقتلع ما زرعوا ويهدم ما بنوا ويغلقهم طيب شو الحال يا إمام يقول وأما طائفة أخرى نظر إلى الأمر بعقل وقالوا هذا السيل فيه الماء والماء سبب لحياة فلماذا نريد أن نغلق هذا السيل أو نسده ولماذا نقاومه تلك المقاومة الشديدة ونبني بنيان قوي ومش عارفه لا 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 طيب إيش قالوا نجعل مجار لهذا السيل نستفيد منها في الزراعة نستفيد منها في السقي نستفيد منها في سقي الحيوانات النباتات وممكن نخبئ منها في الآبار يعني نسوي آبار إصطناعي وكذا هكذا واضح المثال المثال هو بيتكلم عن الصفات البشرية صفات الضعف الإنساني فبعض الناس قالوا صفات الضعف الإنساني اللي بنا نسميها هون المخلوقية اللي منها الضعف والفقر والنقص اللي منها الشهوات اللي منها حتى أحيانا شبهات اللي منها المعاصي اللي منها الحاجة اللي منها صفات المخلوقية بعض الناس قالوا نحن نحتاج أن نزكي أنفسنا لنصل إلى مرتبة الكمال الإنساني اللي هو زي جماعة كما قلت لكم الأديان الشرقية اللي بدها توصل لدرجات من الكمال البشري والإنسان أحسن إنسان هو الذي لا يستجيب للشهوات واللي بيكون بعيد عن الشهوات وبعيد عن الأكل والشرب والنساء وخلص ما إلو في الحياة وهكذا يقتلعون اللي هي الرحبانية ابتدعوها اللي للأسف برضو بعض الناس من المنتسبين للإسلام صاروا يسموها صوفية ويلا هذا هو التزكية وهذا كلام فاضي لأنه تقلع هذه الصفات من أساسها وهذا لا يمكن أن يحصل وإذا حصل هذا أصلا صفة نقص يعني بل هذا نقص فوق النقص أنت مطلوب منك أنت تتعامل مع هاي الشهوة واحد نين ثلاث أنت رح تقول لا أنا ما بدي كلياته لا ما بصير أنت مطلوب منك تتعامل مع الضعف واحد اين ثلاث أنت بتقول لا ما بدي أعترب الضعف بدي أكون قوي يعني ما بزوط طيب الطائفة الثالثة اللي هي في المثل تبع القرية هي التي جعلت هذه الصفات صفات المخلوقية ووجهتها نحو العبودية نحو الغاية نحو الاستثمار في عبادة الله سبحانه وتعالى فكان الضعف هذا بوابة كبيرة جدا لاستشعار قوة الله والتعايش مع أسماء الله وصفاته وكان الفقر هذا فتحا لباب الاستعانة والاستغاثة والتوكل سبحان الله وكان هذا النقص مجرد استشعاره تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعامل معه بذلك الاعتراف يعني سبحان الله ف على هذا المثال لما نحكي على مسألة مثل مثلا مثل مسألة كما قلنا مثلا موضوع يعني أنا ممكن أتطرف فيه صراحة وآتي بأمثلة يعني ممكن يعني تشوش الذهن أحيانا لكن إذا ركزنا فيها تكون لطيفة ومهمة جدا وتعالج كثير من وهم الكمال عند الناس له مثلا الخوف الله عز وجل يعلم فينا الخوف إنه إحنا بشر هو خلقنا سبحانه وتعالى وخلقنا نخاف هل قالنا تخلصوا من الخوف تماما؟ لا شوق قالنا قالنا إنه فلا تخشوهم وخشوني لا تخافوهم خافوني فوجه هذا الخوف أن تخاف الله سبحانه وتعالى ولم يجعل هذا حتى سبحانه وتعالى رحيم رحيم سبحانه وتعالى سبحان الله الله من فضله ومنه وكرمه علينا أنه لم يجعل هذا المفهوم برضو مجرد مفهوم هيك بالهواء وبيعتمد فقط على درجة الإحسان اللي أنت ممكن توصلها مرة بالسنة وممكن ما توصلها لهو أنك تعبد الله كأنك تراه فتستشعر عظمته فتخافه لا لم يجعل هذا فقط هيك بل أتى لك بالأمثلة الكثيرة التي تعينك على خوف الله فأعطاك أوصاف جهنم وأعطاك أوصاف عذاب القبر وأعطاك أوصاف جزاء الإنسان اللي يبتعد عن الله في الدنيا وأعطاك حتى حتى سبحان الله أعطى في كثير من الأحيان شوكة للمؤمنين ليخوفوا أهل الباطل عشان يخاف من الكفر والعصيان وأعطاك حتى خوف سبحان الله يعني لم يترك هكذا وأعطاك الآيات الزلازل البراكين الفيروسات الكورونا لتخاف وتوجه هذا الخوف التوجيه الصحيح بتروح أنت بتقول لا والله إحنا الله ما قالنا نخاف منه إحنا قالنا إيمان بالقلب ونعبد الله فقط مشان نحب الله ويالله هي هي ها ها تمام ثم أنت هذا الخوف لن تستطيع أن تقتلعه توجهه التوجيه الباطل التوجيه السيء اللي هو أخاف من الناس أخاف من كلام الناس أخاف من المخلوقين أخاف من أخاف على الرزق بالأخير أنت تخاف لكن أن توجيه هذا الخوف ولذلك بالمناسب بالمناسب أرأيتم حتى الخوف من كلام الناس الخوف من كلام الناس يعني الخوف على العرض إحنا ما نسميه هذا أيضا الله عز وجل يعرفه فيك كبني آدم كمخلوق كضعيف وقال لك هو مراعى شرعا يعني أنت ما في مشكلة تكون خايف على سمعتك في الدنيا ما في مشكلة لكن برضو عالج الأمر سبحان الله معالج يعني في غاية الكمال سبحان الله سبحان الله فبيعطيك أمثلة يوم القيامة إيش يعني فضيحة يوم القيامة إيش يعني ستر يوم القيامة يوم يفضح الناس أمام الخلائق يوم القيامة ولكن في ناس يسترهم الله سبحانه وتعالى فتكون هذا النقص هذا ضعف هذه الصفة من صفاته المخلوقية إنك إنسان تخاف تخاف على نفسك تخاف على عرضك تخاف على سمعتك تخاف على شكلك قدام الناس يراعى في الدنيا لدرجة معينة ويعطى عليه الأمثلة لتراعيه بشكل أكبر عن يوم القيامة كذلك الأمر حتى مسائل مثل حب العلو كل البشر بشكل أو بأخر يحب يكون يعني بمرتبة علية بمرتبة عالية يكون كويس يكون أحسن يكون أول يكون كويس يكون أعلى خليه أن نسمي فهذا في الدنيا لا مطلوب منك تعالجه لأنه ما بصير تعلو في الأرض ما بصير تعلو في الأرض خاصة على إخوانك المؤمنين أذل على المؤمنين لكن سبحان الله الشريعة بتقولك برضو أنت بني آدم وأنا عارف أنك بني آدم ولذلك الدين لا يمنعك من العلو تماما لا بيقولك أنت أعلى من الكفار ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعنون ما في مشكلة أنت أعلى طبعا لكن لا تعلو على إخوانك فبيكون العلو يعني في نوع إشباع أو نوع معالجة لهذا المعنى في هذه الدنيا والمعالجة الأهم في مفاهيم يوم القيامة فبيقولك تعال تعال بدك علو شو بدك أحسن من منابر من نور يوم القيامة هذه المنابر يجلس عليها اللي صفتهم واحد اثنين ثلاث هؤلاء يغبطهم الأنبياء والصديقين والشهداء بيقولون إيا لهم هذول يعني شو بدك علو أكثر من هيك على سور مرفوعة الأسرة مرفوعة في الجنة فيها علو من صفات الجنة خاصة يعني خاصة للمسلمين اللي عايشين في وضع استضعافها وبيقولك إنه إنهم ينظرون على الكفار يوم القيامة أهل الجنة في الجنة ينظرون على الكفار بيضحكوا تمام فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم اللهم اجعلنا منهم لكن فكرة إنه معالجة هذه الصفة أنا أتكلم عن شيء محدد وواضح اللي هو معالجة المعذرة كنت بتكلم عن معالجة هذه الصفات اللي موجودة في النفس البشرية اللي مش مطلوب اقتلاعها حب الشغرة حب أني أكون مركز الاهتمام إنه الناس تنظر إلي هذا موجود في البشر على درجات مختلفة منهم إلى أن تصل إلى درجة مرضية مثل الشخصية الهسترية أو الشخصية النرجسية على درجات حب أني أحترم من الناس أقدر ينظر إلي ما شاء الله علي هذا في الشريعة المطلوب أنك تعالجه في هاي الدنيا أنك تضبط نفسك وما بصير في أزاء منه بتصير في أزاء كثير ما بصير وممنوع الرياء الشرك الأصغر اسمه مش أكثير لكن هو مراعى من جهة أنه تعال 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 يا بني آدم يلي عندك هذا الضعف هذه الحاجة هذا النقص اللي تحتاج فيه أنه بدك حدا يطلع عليك حدا يهتم فيك حدا يقول لك والله أنك كويس والله أنك حلو والله أنك كذا يقول لك من ذكرني هذا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم في ملأ الأهل وبتجيك الأمثلة والمواقف القرآنية والنبوية اللي بتحكي لك عن المواقف المتعددة يوم القيامة اللي تراعي هذه الصفة في الإنسان اللي يراد أن يقال اللي يحب أن يقال عنه أنه أنا سويت إشي كويس صحيح بيقول لك في الدنيا لازم لا ترائي أصلي في الخفاء صلي في الليل لا أحد يعرف عنك لكن عندك رغبة عادي يوم القيامة بتيجي آه بيطلع لك تقول أنا بدي يوم القيامة أظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين وربنا يحكي عني أنه هذا عبدي فلان كان على سنتكم هذا عبدي فلان كان ماشي على منهجك يا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يبذل هيوا معاك اليوم بدي هيك أنا بدي هيك بدي هيك كثير ومش مشكلة يكون بدي هيك لكن إني أطفس هذا المعنى تماما أنه أنا لا أريد نظر أحد ليش لا تريد نظر أحد لا تريد نظر أحد ونظر الجبار فوق هذا كله ترى يعني أنا جوز غفلة مني تجاوز عن مفهوم أصلا التعاون مع الله وحده سبحانه وتعالى تعاون مع الله الرقيب الحسيب عالم الغيبة والشهادة لكن أنا بحكي أنه الله عز وجل من رحمته بنا من رحمته بنا يعني عالج لنا الموضوع بطريقة يعني لا يمكن أن يكون منهج أرض يستطيع معالجتها بهذه الطريقة لا يمكن سبحان الله منهج إلهي فإنه ليس فقط حتى على التعامل بالله التعامل مع الله اللي هو فقط مع الله فتتعايش مع الرقيب فأنت تعمل العمل لله سبحانه وتعالى لكن لكن قصص القرآن وحكايات القرآن والسنة اللي بتحكي عن صفات الآخرة صفات الجنة صفات النار المواقف المختلفة مواقف الصالحين مختلفة هذه ليس ببلاش وهذا من الغفلة الغفلة الشديدة التي يقع فيها كثير مننا كثير مننا خلص هو الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن يسمعت ولا خطر على البشر طب ما بدك الصفات خلص أنا فاهم الفكرة لا مش فاهم الفكرة لا مش فاهم الفكرة يعني لا لا أنت مش فاهم أبدا إذا في بالك فكرة أنه الجنة إيش كثير حلو والنار إيش مش كثير حلو وبس أنا بدي الجنة بدون ما تتعايش مع صفات الجنة مع أوصاف الآخرة حلقات الآخرة ودرجاتها وتسلسلها أنت مش فاهم هو الدين ذكر هذا القرآن ذكر هذا هذا كلام الله مش لعب لما ذكره لغايات وأهداف إحنا نحاول نستخدم شيء من هذه الحكم في التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى أنه تتعايش معها تتعايش حقيقي فهذا يساعدك لذلك ليس غريبا ولا عجيبا لما تسمع من الناس تحكيله لما تتكلم عن بعض الناس اللي عندهم مشاكل مثلا في موضوع مثلا مثلا الانشغال الزائد بالناس وتقول له ترى معالجة الانشغال الزائد بالناس بسيطة جدا 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 تحتاج منك شيئين التعايش مع أسماء الله وصفاته في مقابل صفات البشر والمخلوقات والتعايش مع الآخرة في مقابل الدنيا خلصنا بيقول لك أنا بصلي يا حبيبي أنت استنى شوي خلينا نراكد مع بعض تعالي نفوت في التفصيلات لكي تفهم عليه ماذا أقول أنت اللي بيتعايش مع الله القوي المتين الرقيب الحسيب الجبار القهار سبحانه وتعالى ثم يتعايش مع البشر خذ ضعفاء الفقراء الناقصين اللي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر لا يملك لنفسه أن يمسك حاجته إذا أراد أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن يمسكها إلا للدرجة معينة هذول البشر هاي هم ما تفضل لكنك تعرف الله وين الانشغال بالناس سبحان الله كذلك الأمر الآخرة بمفهومها الكبير والدنيا ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم قام فتركها تخيل معي أنك هذا المعنى حاضر في حياتك وين الانشغال بالناس راح وين التعايش مع الابتلاءات وكأنها خلصت الدنيا راحت أدري أنه هذا التصور فيه نعمل الكمال نوعا ما لكنه كمال يعني خنقول درجة نصيبها وننزل نصيبها وننزل أنا لا أقول أنه نبقى عليها طول حياتنا مش صحيح هذا وهم كمال لكن لكن يسعى لها لكن نسير تجاهها تجاه هذا المفهوم وإحنا بشر كل ياتنا نغفل عشانيك فيه إشيء اسمه ذكر شو الذكر أنه هذه المعاني اللي أنت بتعرفها الدنيا والآخرة الله والخالق المخلوق كل هذه المفاهيم كل من نعرفها وإذا بنمتحن فيها كل من نجيب مية كمفاهيم لكن هات لكن الشطارة أن تكون حاضرة وقت وقت اللي لازم تكون حاضرة فيه عند المعصية عند الابتلاء في لحظة معينة هذا الذكر يساعدك على أن تكون هذه المفاهيم حاضرة على طول أول بأول ولذلك أنا من أحب الأذكار على قلبي سيد الاستغفار سيد الاستغفار يعالج هذه القضية مفهوم العبادة وتعلقها بالمخلوقية بشكل لطيف جدا وهذا بيذكر الشيخ الإسلام بيتهمي بشكل أساسي في الكلام عن ركني العبادة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أول شيء أنت ربي الربوبية الخالق تمام؟ لا إله إلا أنت أنه إله إنه مش بس خالق هو خالق يستحق العبادة اللهم أنت ربي الربوبية لا إله إلا أنت الأولوهية خلقتني مخلوقية وأنا عبدك عبودية الأربع أركان اللي حكناهم الأربع جوانب اللهم أنت ربي ربوبية في مقابل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلهية أولوهية الله سبحانه وتعالى خلقتني أنا مخلوق لهذا الرب خلقتني وأنا عبدك أنا عبد لهذا الإله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أنا ضعيف ناقص فقير قد ما بقدر قد ما بقدر أعوذ بك من شر ما صنعت مطالعة عيب النفس والعمل كمخلوق أبوء لك بنعمتك علي مشاهدة المنة من الله سبحانه وتعالى وأبوء بذنبي مرة ثانية على مطالعة عيب النفس والعمل فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله طيب أنا أتقل إذا في أسئلة وهيك لأنه الأمثلة ممكن تتعدد عندي لعلي أذكر آخر 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 مثال في هذا السياق قبل أن نفتح باب النقاش والأسئلة ونفتح المايك حتى لعنده شيء الذنب الذنوب أنا في إلي محاضرة مرة أعطيناها في مكاني وهم الكمال ومعالجة الذنوب هذا اسمها وهم الكمال ومعالجة الذنوب فيها تفصيل أعتقد أنه لطيف جدا في هذا السياق لأنه مشكلة من كلام أهل العلم ولكن نحن نقلنا حاولنا أن نشرحه لكن فكرة أنه الذنب وهو ذنب أليس من صفات المخلوق أن يذنب؟ ضعيف يذنب ما في حدا معصوم عن الذنب ما فيه ما فيه ما فيه حتى الأنبياء تربى المناسبة معصومين هم معصومون عن الكبائر ومعصومون عن الذنوب المتعلقة بالرسالات أما أن يذنب فيرجع ويستغفر هذا الكل معرض له طيب الذنب صفة من صفات المخلوق يعني مخلوق ضعيف من ضعفي ورح يصير معي ذنب تمام فأطالع عيب نفسي في هذا الذنب وإيش بحتاج في المقابل أشاهد المنة من الله سبحانه وتعالى في هذا الذنب هل ممكن أن يكون هناك منة في هذا الذنب؟ أوه أوه هم بيجي كلام الإمام من القيم بيذكر ثلاثين فائدة وثلاثين درس يستفاد من الذنب تستطيع خروج من الذنب ثلاثين فائدة في أباب العبودية على الأقل الذنب يعرفك أنك ضعيف في مقابل للقوي يعرفك أنك محتاج في مقابل الغني يعرفك أنك لازم تستغفر إلى عفو والغفور سبحانه وتعالى عد واللي بده يحضر المحاضر يعني بيفوت التفصيلات بشكل أكبر طيب ها اه اذا في حد عنده شيء يا جماعة اه منقدر انبلش يعني اللي عنده شيء بيرفع يده ومنعمل له يقدر يفتح المايك وهيك لكن خليني اه